تعمل ايه لو التنسيق لبسك في كلية مش حبيبها? اول حاجة اديها فرصة تانية. او الله يوم اناس دخلوا جامعات مش بيحبوها وبعدين نظريتهم اتغيرت وابدعوا فيها وتميزوا كمان. او على الاقل كملوا فيها بسهولة واشتغلوا في مجالها. حاول تسأل الدفعات القديمة يمكن تلاقي في الكلية دي قسم او تخصص يعجبك. تاني نقطة بقى لو كلهم حاولية النقطة اللي قولها فشلت وطلعت مش حبيبها فعلا يبقى لازم تلكز الحلول البديلة. اللي اتقربك من هدفك الاساسي والشغفك. بس سوعى توقع في فخ الشغف. طبعا لو انت متابع مستمر للقناة هتعرف ان احنا تكلمنا عنه في الفيديو اللي فات ارجع اشوفه. المهم بقى الحلول البديلة دي ينفع تاخدها بكورسات ولا لأ? وانه يتبزل فيها مجهود قد ايه جنب الجامعة. بس لازم توصل لنقطة التوازن ما بين شغفك والجامعة. يعني على الاقل تنجح في دراستك جنب مزاجرتك لشغفك. دول نقطتين على السريع كده لو شايف انهم ممكن يفيدوا حد من اصحابك يا ريت تشير الفيديو ده معي. وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ما يفوتكش اي جديد. بس كده سلام.